بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أخواني أخواتي ومشاهدين قناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتكي بكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة في حلقة من برنامجكم المسلمون يتسألون أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أمين النهاردة كما اعتدنا سنقف وقفة يعني سريعة بإذن الله وجيزة مع الآية رقم 44 وبعدها نفتح المجال للتواصل ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم وندعو الله تعالى التوفيق والقبول اللهم أمين نبدأ على بركة الله تابعونا عبر الشاشة إن شئتم أو في مصحفكم ونحن نقرأ على مسامعكم هذه الآية الكريمة رقم 44 من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون نعراها كمن مر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يختصمون سرق الله العظيم قول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نعرف معلكم لدي النهارد ذلك إشارة لكن إشارة إلى شيء بعيد غير ما أقول هذا ما أقول لك هذا كوب أو هذا كتاب أو هذا قلم وريب مني الشيء البعيد أقول لك ذلك ذلك على البعيد طب ربنا هنا يتكلم عن شيء قريب أم بعيد إذا تكلمنا عن ذكره في القرآن فهو قريب أهو قدامه قالت الملائكة يا مريم كذا 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 يا مريم كنته لربك وأبلا الحديث عن زكريا فهو حديث قريب إنما لو بنتكلم على الزمان لا الزمان بين نزول هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدوث هذه الأشياء التي أخبر الله عنها زكريا عليه السلام أم مريم ثم مريم ثم سيدنا عيسى كل ده بالنسبة للسيد نبي بعيد الزمان الذي بين سيدنا النبي وسيدنا عيسى لا يقل عن ستمائة سنة تقريبا لو بنتكلم على الفرق بين التاريخين الهجري والميلير بنتكلم على ستمائة سنة تقريبا الستمائة سنة دول فيعبر بذلك بعيد بعيد وده المناسب فمع كونه بعيد إلا إنه معروف لدى رسول الله طيب عرفوا منين عرفوا منين إن لم يكن هناك وحي لو ما فيش وحي هيعرف الكلام ده منين هو لم يسبك له أن تعلم في مدرسة ولا في مكان ولا أعد على حد سبوك من الكلام بعض المستشركين يقولك لا ده أعد على الرجل اسمه بحيرة كان راهب وتعلم منه أبدا القرآن حتى رفض ده وهو لدفع عنه واللسان الذي يلحدون إليه أعجمي ده رجل ما هوش عربي وهذا أي القرآن لسان عربي مبين فرجل مش عربي هيعلم حد بالعرب إزاي فلم يكن رسول الله قد تعلم من أحد إنما تعلمه من الله مع بعد الزمن فربنا اللي علمه أوله بالقرآن ذلك الذي ذكر من أنباء الغيب أنت هتعرفه منين إلا إذا كنا نحن نوحيه إليك عندي هنا إشكاليتين مش إشكالية واحدة هو الغيب الغيب يسمى غيب لو كان في حد عارفه ده عملة لابس عند الناس يقولك إزاي مولانا سماه غيبا مع أن قصة زكريا هو كان عارف أكتر مننا ومع أن ستنا مريم موضوعها معروف عند كثيرين ومن قبل نزل ذلك أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ناس كان يعرفوها وتوارث الناس من الإنجيل بعض هذه الأشياء الله عمالي يبقى إزاي غيب وبعدين من أنباء هو النبأ أمر مستقبلي ولا أمر ماضي يقولك أنبائي بحاجة مستقبلي ده اللي احنا فاهمينه يقولك نبأ خبر جاي بعيد فيقولك إزاي عبر عن ماضي بلفظ يعبر به عن المستقبل وإزاي قال الغيب في حين إنه ما هواش غيب يعني وهنا الجواب ببساطة شديدة الغيب في غيب مطلق وغيب نسبي الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله وحددهن القرآن بخمس حاجات إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت مش بس بأي أرض والزمان الزمان والمكان هذه خمس حاجات أهم ده غيب مطلق علمه عند الله وحده لا يعلمه سواه حد مر قال لي لا 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 ما أنا شايف الدينة مغيمة يبقى هتمطر من اللي قال لك إنها بتدور لازم تمطر وبعدين وهو ربنا بس عارف إنها هتمطر ولما تمطرش لا ده عارف المقدار اللي هينزل من هذه السحابة إذا شاء له أن ينزل على الأرض هينزل قد إيه بالضبط وين بالضبط أنت ما تقدرش تقول الكلام ده حتى في يوم الأيام لما حاول الغرب إنه هم يجوا عند المناطق اللي فيها تصحر أو صحراوية ويقولوا لهم أنجيب لكم مطر ويعملوا سحابة اصطناعية وينزلوها لكانوا بقولوا لهم هينزل مطر قد إيه ولكنهم ينزل فين يحط لهم عدة احتمالات لأنه ما يقدرش يضبط بالضبط هو هيحط مطر قد إيه وإزاي وفين بالتحديد لا 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 الغيب لله وحده في إنه ينزل غيث وإنه يعلم ما في الأرحام قلتلكوا قبل كده السونار يعرف ذكر أو أنثى ما سهل قوي بالعلم النهاردة إنما ما يعرفش التفاصيل ما يعرفش ما يعرفش يبقى شكة ولا سعيد ما يعرفش هيكمل نطجه وحياته وهيتولد حي ولا لأ ما يعرفش بعد ما يتولد حي هيعيش قد إيه سنة ولا اتنين ولا عشر ولا مية ولا مية وخمسين الله أعلم هيشتغل إيه حاجات كتير قوي لا يعلمها إلا الله فبنسميه الغيب المطلق على كل حال إنما الغيب النسبي إما جاء أقولك مثلا يعني أنا حطيت الألم ده في جيبي محدش شايفه فجي حدي من بر فقول له ما تعرفش الألم فين يقول له لا أنا معرفش يبقى بالنسبة له بقى غيب بس أنا بالنسبة له ما هواش غيب عشان كده الدجالين لما يقولك أنا ممكن أعرف اللي سرق محفظتك آه يعرف لده غيب مش نسبي لإن إذا كنت أنت من تشعر في المحفظة بتاعتك اللي خدها مين وحطاها فين فهناك غيرك يعرف الشخص اللي أخدها عارف كويس أوه هي فين وحطاها فين وبالتالي يجي الدجال يستعمل بقى الشياطين أو الشياطين يستعملوه والتمن هنا الكفر يجب ما احنا عارفين يكفر بالله فيقوم الشياطين يدلوله كده مصاصة انصح التعبير بمبناية كده عشان يعني يفضل تابع لي للشيطان فيقول له آه بالقريم بقى ده محفظة في المكان الفلاني ومش بعيد كمان يجيبها لك ويرمها لك في البيت وقال لك هناك ايه في البيت رخ خدها ده شغل شياطين مع بعضهم هل ده يسمى غيب؟ لا طيب الكرآن هنا لما قال ذلك من أنباء الغيب الغيب ده نسبه ولا مطلق إذا تكلمنا عن الحاضرين في زمانه فهو غيب مطلق لأنه محدش يعرفه حد يقول لي ما فيه كتب سابقة يا مولانا الكتب السابقة يا مولانا لم تذكر هذه الأشياء بذات الدقة في اختلافات في ذكرها في تفاصيل في ذكرها في إيجاز في ذكرها مش بنفس الكلام ده وإحنا نؤمن إيمان جازم بما جاء في كتبنا ده اللي احنا مؤمنين بيه في كتابنا لإلى إن احنا عارفين قويس أويء إن كتبنا والحمد لله رب العالمين واضح مبين ومعصوم فبالنسبة لنا نقدر نقول هو غيب مطلق ونقدر نقول هو غيب نسبي حتى لو كان في حد عارفه أو عارف عنه شوية إلا أنه بالنسبة لرسول الله ولمن نزل فيهم الكرآن لم يكونوا يعرفوه فصار غيبا حتى لو كان غيب إيه غيب نسبي ذلك من أنباء الغيب طب وكلمة أنباء دي جامع اللي مفرد قال لي جامع طب مفردها إيه قال لي نبأ نبأ وإحنا عندنا في الكرآن الكريم سورة ما سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ والنبأ العظيم والنبأ هو الخبر والمنبئ هو المخبر ولما الكرآن وإنه في سورة إبراهيم نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم يعني أخبرهم قلوهم عرفهم وأعظم نبأ على الإطلاق ما يتعلق بالسمعيات والنبوات والإلهيات إن أنا أعرف عن الله وأعرف عن اليوم الآخر وأعرف عن الملائكة وأعرف عن الكتب وأعرف عن النبيين ده أعظم نبأ على الإطلاق عشان كده فسروا النبأ العظيم في سورة النبأ عما يتساءلون فسرواه باليوم الإيامة باليوم الآخر عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون هيعرف أنه حق وطبعا يندلك تحته النبوة النبينا محمد اللي أنكروها وكرآنية الكرآن اللي أنكروه وقال له ده من عندك يا محمد وانت اللي بتقوله أو قاله إنما يعلمه بشر ووحدانية ربنا اللي أنكروها ورحوا أشركوا معه غيره أشركوا معه غيره إلى آخر ما يقال فيه هذا فالنبأ هو الخبر النبأ هو الخبر ماشي هل يعترى الخبر السابق ولا الخبر اللاحق اللي في المستقبل يجي حد يقولك أنا بتنبأ كده السنة دي يحصل فيها كت وكت 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 بتنبأ بتنبأ دي معناها إيه إنه بيقرى المستقبل بيخبر عن المستقبل تب اللي ربنا بيقول لسيدنا النبي هنا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما يكنت لديهم إذ يركون أقلامهم أيهم الحديث هنا عن زكريا وعن مريم وعن أمها وعن ابن مريم الكلام ده كله كلام ده كله ماضي ولا مستقبل ألا ده ماضي فيجي الإنسان البسيط يقولك الله كيف يعبر عن ماضي بكونه نبأ الإجابة يا سادة إحنا العامة اللي استعملوا كلمة النبأ في المستقبل فقط لكن الكرآن الكريم أو اللغة العربية تستعمل كلمة النبأ في الماضي وفي المستقبل كل شيء يخبر بيه هو نبأ كل شيء كل شيء سواء كان في الاستقبال يسألونك عما تسألون عن النبأ العظيم حاجة مستقبلة أو يكون في الماضي حتى قال في الحديث فيه نبأ ما قبلكم فما فيش مانع أبدا أن تستعمل كلمة النبأ للماضي وأن تستعمل للمستقبل فما فيش إشكالية على الإطلاق ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الله نوحيه الله هو الموحي نعم كذلك يوحي إليك مش أنت الوحدك وإلى الذين من قبلك الله والوحي إعلام في خفاء احفظوها كده الوحي إعلام في خفاء يبقى أنا ما بقول لك حاجة بطل شفاهة كده بصوت عالي كده مش وحي الوحي إعلام في خفاء حاجة كده في السر ما حد يشوف ولهذا كان جبريل لما ينزع على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانش حد يسمع جبريل خالص ده إعلام في خفاء إعلام في خفاء وده التعريف العام صور الوحي عديدة القرآن الكريم أحد صور الوحي ما هواش الصورة الوحيد وأوصل البعض صور الوحي إلى تمن صور تمن صور للوحي خلينا نقولهم بكرة بإذن الله في مقدمة الحلقة ونفسر هذا الموضوع لكن اللي بأكد عليه النهاردة إن ذلك أشارت لبعيد من حيث الزمان وليس من حيث الذكر عشان محدش يتلخبط إن كلمة أنباء مفردها نبأ وأن النبأ يذكر للماضي ويذكر للمستقبل إن الغيب منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي والغيب بالنسبة لكسة زكريا وكسة ستنا مريم وكسة سيدنا عيسى بنتبه لرسول الله كان غيبا مطلقا ما عرفش عنه حاجة عليه الصلاة والسلام وإذا كان في حد غيره بعيد الزمان كان عارفه باعتبره ما كانوا معاصرينهم إلا إن رسول الله في زمانه لم يكن يعارفه حتى من كانوا معاصرين له لم يكونوا على معرفة به بهذه الدقة اللي بيقولها القرآن وبهذه الحقائق التي يقولها القرآن نقف عند هذا الحد ونتلع لفاصل ونرجع بإذن الله بعد الفاصل لنستمتع بتواصلكم واتصالاتكم واستفساراتكم ندعو الله تعالى العون والتوفيق والسداد في الجواب بعد الفاصل نواصل فتابعونا